اشتركوا في القناة في هذه المناسبة صرح وزير الصناعة والتجارة قائلا أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء يعكس مدى اهتمام الحكومة بالمواطن خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وأضاف ستعمل وزارة الصناعة والتجارة يدا بيد مع الجهات الأخرى ضمن فريق البحرين لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله باتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها أن تسهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا وأنها ستعمل على تنفيذ أمر سموه فيما يختص بتعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة ثلاثة أشهر وتعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق مؤكداً الوزير الاستمرار في مراقبة الأسعار عبر تكثيف الحملات الرقابية بما يحقق صالح المستهلك اشتركوا في القناة